في الخبر الأخير لفت مطعم جديد للأنظار في مدينة ليجوس الناجيرية بعدما اختار أصحابه تزيين جدرانه وأرضيته وسقبه برسوم كرتونية بالأبيض والأسود تحاكي الحضارة الفرعونية المصرية ولأن الرسوم بدأت تثير فضول رواد المطعم خصصت الإدارة الموظفين للتجوال بينهم وتعريفهم على تاريخ الأهرامات المصرية والفراعنة هذه اللوحات التي استغرق رسمه ثلاثة أشهر صممها رسام ناجيري حرصة على دمج الفن المعاصر والقديم